اليوم تجربة تمر الناس طلبتها كثيرا مبارح عملناها على مين؟ مريض سكر على مريض سكر وشوفنا التأثير رح نرى إذا كانت الناس ستتفاجأ أو لا واليوم رح عملها عليه المريض الطبيعي المفروض طبعا أخذنا نوع تمر من السعودية من القصيم اسمه تمر السكري أخذنا خمس حبات لماذا أخذنا خمسة؟ لأنه هو متوسط الوتر الناس تأخذ واحد ثلاثة خمسة شوفنا تأثير مبارح على مستوىات السكر والإنسولين وعلى الشخم الثلاثية في مريض السكري واليوم عليه إذا أنت مريض سكري وتحب التمر ضروري أنك تشوف لأنه نظريا مفروض أنه معامل منخفض لكن خلينا نشوف إذا هذا الحك صحيح أو لا نبدأ؟ يلا صدمة 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 صحيح؟ جدا كنت متوقع هذه النتائج؟ لا أبدا سأخبرك صراحة أو لا أنا يعني بالضبط تمر معامل سكر منخفض نظريا تسعة وثلاثين من معاملات اللي تحت وأنا تخيلت يعني عملنا على مريض السكر وعملنا عليه بس يعني أنا كنت متوقع أنت كان توقعك أفضل من توقعي عشان الأمانة أنا كنت راح أستعرض النتائج وأشرح معناها أتمنى أن هذا الفيديو يوصل لكل الناس وخصوصاً لكل الناس بلستنا وخصوصاً مرضى السكري لا تنشرون الأشياء الهبلة اللي زي تاعة الكورونا اللي عملتوا لنا عليه بصة هاي الفيديوهات أهم والله هاي الفيديوهات هاي فيها مصلحتكم وفيها حياتكم هذا اللي مهم هذا المهم منكم تعرفون الكورونا سلام عليكم شهر وبط الموجود صح؟ صح يلا والله يا هذا معلوم التمر ديه الصراحة أهمه من الكورونا بمرأة مية بالمية طبعاً يعني أنا شغال في المجال ده لي زمان الصراحة ما توقعت نتيجة والله ولا أنا توقعت يجي منك يلا خليني أستعرض النتائج نراكم راح أبدأ بتأثير التمر علي أنا ابتدأت في الصائم بنسبة سكر 100 وابتدأت بإنسولين 5.9 واللي هو الوضع اللي أنا عارة بكون موجود فيه الغريب في الموضوع أنه خلال الأربعين دقيقة ما وصل منسوب السكر عندي إلى 158 وهي القيمة الصراحة مشابهة لقيمة السكر الأبيض لما حطيته مع الكوفي حطينا معلقتين إذا متذكرين الغريب اللي أنا فاجأني هو استجابة الإنسولين العنيفة اللي حصلت عشان يحكم برضو السكر في هذا الموضوع الإنسولين اضطر ارتفع إلى قيمة 86 في الأربعين دقيقة يعني ارتفع بكمية جدا كبير الصراحة أنا أبداً ما كنت متوقعة أبداً يعني سوري حتى في المشروبات الغازية ما شاهدنا هذا الارتفاع الشغل الملاحظة الثاني على أنه منسوبات الإنسولين ضلت مرتفعة يعني ما نزلت أنا بالعوايد تنزل عندي إلى الحد الطبيعي بعد مرور المئة الدقيقة ما زال في عندي ارتفاع بالإنسولين 15.4 اللي هو لساته أعلى من بداياتي من البازلين اللي أنا ابتدت فيه الحاصل إنه برغم من إنه التمر برغم من إن أنا شخص صحي وإنتوا إن شاء الله بتكونوا صحيين إلى إنه أكله بالعدد الكبير نعم إلو تأثير على السكر وعلى الإنسولين وحتى لو كان بعدد فردي والوتر وهذا عشان ننفي كمان الإشعة اللي طلعت اللي قل لك إذا أنت بتاخد التمر بعدد فردي ما بتحول سكر وإذا خدتوا بعدد زوجي بتحول سكر على كله كلام فاضي ولا أساسها له من العلم ما نحاول بليز لو سمحتوا نربط السنة مواضيع السنة والممارسة بمواضيع العلم بالنسبة للمريضة السكر أنا أول شي بتشكرك إنك يعني وافقت إنك تشاركي معنا هاي التجربة ابتدت فيه منسوب سكر كان 216 على الصيام وعطينا نفس العدد خمس تمرات طبعا استجابة الإنسولين متوقع أنها تكون ضعيفة لأنه مريضة سكر آخر اليوم وصل الحد الأعلى كان 39 في بعد المئة الدقيقة ومع ذلك كان ما زال السكر في ارتفاع طردي يعني بعد المئة الدقيقة كان لسه بيرتفع ووصل منسوبه لغاية 292 وطرينا نوقف التجربة طبعا لأنه خلاص يعني قربنا 300 ما عاد فينا إننا نستنى إلا لازم تاخد الدواء النتيجة والاستنتاج إن كان أنت مقتنع على إنه عدد فردي ولا مش عدد فردي ومقتنع إنه سكر فواكه ولا مس سكر فواكه ولا إنه التمر سني ولا مس سني العدد يحكم إذا أنت كنت مريض سكري أرجوك يعني لا تتجاوز الحب باليوم حدك إذا أنت أكلت وإذا أنت كنت مريض طبيعي أو شخص طبيعي كمان أتمنى إنكم ما تتجاوزوا الثلاثة لأي سبب من الأسباب يعني خمسة بصراحة كتير للأمانة يعني أتمنى إنه هذا الفيديو يعني يكون فيه الفائدة أتمنى إنكم تشاركوه رح تفيدوا الناس كتير هاي الفيديوهات التجارب اللي إحنا بالمختبر بنعملها يعني عم بتكلفنا جهد ووقت وفلوس وكلها لأجل مصلحتكم لنواعيكم إيش التأثير الأغذية عليكم وأرجوكم أنكم أنتو يعني تهتموا فيها أكتر من اهتمامكم بالشغلات اللي هي بصراحة ما إلها معنا ولا تموس حياتكم ولا صحتكم ونراكم بالصحة والسلامة اشتركوا في القناة